وأكد الرئيس السيسي أنه تم تبادل وجهات النظر مع رئيسة المفاوضية الأوروبية حول أبرز التحديات المرتبطة بالأزمة الاقتصادية الدولية الحالية وأوضح الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه تم التوافق على ضرورة العمل من أجل تنصيق الجهود الدولية مع كافة الشركاء لتخفيف أثر أزمة الغداء الدولية ولقد تبادل وجهات النظر مع السيدة فوندرلين حول أبرز التحديات المرتبطة بالأزمة الاقتصادية الدولية الحالية واستعرضت الإجراءات التي اتخذت الدولة المصرية للحفاظ على المكتسبات الصعبة التي تحققت بجهود وتضحيات غالية من المصريين خلال سنوات الإصلاح الاقتصادي ثم في مواجهة أزمة جائحة كورونا من بعدها ولقد توافقنا على ضرورة العمل من أجل تنصيق الجهود الدولية مع كافة الشركاء لتخفيف أثر أزمة الغزاء الدولية خاصة على الدول الأكثر تضرورا من تداعيتها وعلى أهمية تقديم الدعم الفني والمالي لمساعدة هذه الدول في التعامل مع ارتفاع أسعار الحبوب والسلع الغزائية الزراعية فضلا عن تمويل المشروعات المتعلقة بالزراعة وتطوير التكنولوجيا الزراعية بما يصنف في زيادة الإنتاجية وتحقيق الاكتفاء الزادي